اشتركوا في القناة قالت ما تخرجوش الحجر الصحي العام يقتضي أنه كل واحد يقعد في داره إلا إذا كان عنده رخصة للخروج ما عدا ذلك بربي كل لغة خارج نشري باقيت وعندي صاحب يسالوا فلوس وكذا وهني ماشي كل لغة ذيك الكل نحيوها قالت الدولة نحترموا الدولة كل واحد يشد داره إلى أنه تخرج لنا الدولة وتقول يزي الكونفينمان هابش تبدل هاي شروط زديدة ما عدا ذلك كل واحد يشد داره ثم بعد نحكيه على هذا وعلى بعض السلوكيات الحق الموجودة بشي حكيه على الوضع في البلاد من وجهة نظر أيضا حكومية معاوذي وفينا الكل هذا اليوم ما يمنعش أنه فهمه شوية موزيكا بشي حكيه على الدراما في رمضان أو لمسلسلات رمضان هل بشيكون رمضان سنيب لش موسلسلات بلا طعم بلا رائحة أو بشيكون إنتاج قليل شو متأثر أيضا لوضعية التلافذ والممثلين والعاملين في القتاع الكل اللي هوم عددهم كبير بارشا مشاركات انتاج مومثلين التكنيسيان الغيرو بشيحكيه في هذا بشيحكيه أيضا على التونسي ما بعد كوفيد 19 إن شاء الله توفى على قريب شو نجم شو تغير بشي تغير في سلوكياته في تصرفاته في عيشته في كذا هل فما أشياء بش تغير إيه توا بش نجمو نصرفو بش نجمو نقنعو التوينسا بأنو راهو لكون فيلمو الحاضر الصحي العام راهو لابد أن يحترم ونحكيه في هذا اليوم حتى كان انت مكش مقتنع لابد أن يحترم وإلا عشو قعدوا برا عقوبات وحط في الحبس وكذا ويخرجانا واحدا ويقول والله أنا ما يخافش من الكورونا يعملنا فاكل إجازت هذوكم لا يجبك تخاف بس يفعليك ما كانش عقوبتك الحبس ثلاثة شهور ولاست شهور في الحبس وإلا تحترم الحجر وتقعد في دارك كما تقعد تحوز في الحومة وكل واحد شنو الأعضاء اللي قاعد يقدم فيهم عندها حتى معنا حاب الرحب بضيوفي سيروت فيزيتون مساء الخير مرحبا بالبابات بالوزير الشؤون المحلية مرحبا أهلا وسهلا شكرا لك على قبول الدعوة وسيطاتك معنا مش كون قصيرة شوية لأسف لأنه عندك التزامات حاب الرحب بالفنانة شهر الدليل مساء الخير في الفيل مرحبا مرحبا عسلمة هذه هي الأصوات التي تقشعر لبدا التي تسمحها أنا على الأقل أطفل عدلي ثم بعد تسمع فريمونت تقشعر ثم بعد نسمع ولأطفل عدلي مساء الخير مرحبا مرحبا رجعنا وشنين المبارتاجية ذيك على الكونتراتك شنين؟ مبارتاجي ميدو وردت على الكونتراتك قلت هذا لتحية الرجلة ولا حدا هكا ومعلي؟ بلدك كتلو خالق مرحبا وليد ليس لي مساء الخير مرحبا محال الرياضي أما زادة يعمل في الموزيكا واستغربوا اللي شافوه يعمل في الموزيكا في الليبوب وكده ثم بعد نحكيه ومش نسبه من عندك موزيكا إن شاء الله ما يقولوه ساعدك يا راترش وإن شاء الله يساف قولك ثم بعد غادة مساء الخير سيدي مساء الخير سوسيولوج عسلمة بحثة في علم الاجتماع أستاذ الجامعية في علم الاجتماع مرحبا أهلا وسهلا وعنا من عمل رمضاني لطفي العبدالي اللي هو الجسوس نخطعنا مقطع اليوم حصرياً لطفي العبدالي نتسألوا بشي تعدى أم لا لطفي العبدالي جاوبنا اليوم سوف أعطيكم بعض الصور من أحداث عشناها ونأخذ رأيكم فيها في كلمة في كلمة هو اللي صار في بنزرت مثلاً ورد 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 عشان رب يستركم ويستنى جميعاً رفضوا المغتنين أنه يدفن في جباناً متاحه اليوم السباح تكلم المفتي وقال هذا استغرب مفتي الجمهورية استغرب للتصرفات هذه وقال راهو ما يجيش حتى في ديننا ما يجيش نبدأ معك سلوت في زيتون شكراً للدعوة الكريمة تحية للضيوف الكرام أيضاً أنا مصر أن نلبس البوفيت لأنه يجبنا نعود رواحنا على لبسها من هنا فصاعداً حماية لأنفسنا وحماية للناس الأخرين مش بالضرورة البوفيت جتابة كيف هذه طبية ولكن حتى البوفيت من قماشي نجم يعملها واحد يجربها ينفخ على شمعة إذا ما تفاتش معنى القماشي ذاكاً ما يدخلش الواحد فمطلوب إحنا أكم شفتوا اليوم خرج التصاور من اليابان وهي بلاد متقدمة برشة وبلاد نجحة برشة في مقاومة هذا الوباء ناس كلها لابسها بفات مجلس وزارات كله لابس البوفيت حماية لنا معناها أنا ننصح ناس كل حتى الناس اللي مضطرة بش تخرج توا في الديكون فينمون بش يولي اذياء شبه جباري ولكن الناس اللي مضطرة بش تخرج تخرج بكين بالبوفيت بش تركب في وسائل النقل كيف كيف وربي يحمي بلادنا بالنسبة للمشاهد هذية حب نقول أنه وقعت اعتقالات بعد المشاهد هذي تسعة أشخاص وقعت اعتقالهم وفيهم اللي يتعدل اللي يقاف هذوما ناس خرجوا معناها بش يحكموا شكون يتدفن وشكون ما يتدفنش معناها اللي عملوه هي هانة كبيرة للذات التونسية وللذات الإنسانية معناها أن واحد شبيء اللي مات بالكورونا تقلم هو نعرف معناها تعثير المرض هذيك كيفاش يقتل الناس معناها يسدلهم من الفس ويقضي على الرواري ومبعدين معناها حتى يكراموا دفنوا يخرجوا ناس ما عندهمش حتى صيفة ما نقول أنه عندهم نقص كبير في الإنسانية نقص كبير حتى في الجانب الديني يعني ما هذا واجب للدفن الناس وشفتوا كيفاش المشاهد هذي حاولت تتكرر في أماكن أخرى ولكن القوى العامة منعته وفرضت معناها وحمات دفن التونسة اللي توفاو احنا اليوم من البارح خرجنا منشور يشرح يكلف السعر البلديات اللي هي مهمتهم في القانون بتاع الجماعات ولكن موقعها شوية كارتيباك شكون وحالة وباء واختصاص ففصلنا فيه الاختصاصات مزارة الصحة شنية اختصاصها مزارة الشؤون المحلية يعني البلديات شنو اختصاصهم هم بش يتكفلوا بينقل الجثامين من المصحات من المؤسسات الصحية للمستشفيات وهما يتولوا عملية الدفن نحطينا بروتوكول في عملية الدفن وزارة الصحة عملت بروتوكول في التعامل مع الجثامين هذه وتهيتها والقوة العامة ستكون إذا اقتضى الأمر احنا ما عاش نحبه معناها توان سيدفنه تحت حماية للأمن للجيش حتى البلديات يظلوا متواتئين شوية بعض البلديات نعم حتى بعض البلديات يظلوا متواتئين شوية في التصرف فم فم بعض البلديات على كل احنا الآن من نكون نش نجم نحاسبه لانه ما فهماش منشور بارح خرج منشور الذي سيمتنع عن أداة واجبه والناس هذه وعدة الناخبين هي هيك المنتخبة وعدة الناخبين بجملة من الأشياء من أهم هي تطبيق الترتيب البلدية اللي منها نقل ودفن الموتى أعداد التهيئة وهذا يرى هو كيفما تقديم الخدمات للأحيات وانسا ممكن أوكد تقديم الخدمات للناس اللي توفيات ما عاش عندها معناها قدرة باش ت وفي الظروف هذه حتى عائلاتها ما عاش عندها قدرة باش تصاحب الجثمان وباش تدفن الفقيد بتاعها فهذا من صلب واجبهم والذي سيت يتقاعس على الواجب فهما يجراءات طبيعية منها يحكي عليها القانون ومجلة الجمعات على المركزية والمركزية من له السلطة شكوني نجم عنده سلطة أعلى في الوضعيات كما هذه في وضعية أن وزارة الصحة هل يتقر وزارة الصحة هل يتقر أنه فما حاضر صحي عام وفما تلتيب معينة للمتخاذها يجيك بلدية ولا كذا ولا عضو لأنه هو منتخب هل عنده الحق إلى أي مدات ومبعد نحكي فيها في عبدالي تعليقك على رفض الدفن معنى هذا اللي صار من بعض المواطنين في تونس شوف ساعة شنية الأسباب شنوها عليش لا يجب أن نعرف أولا إنسانيا كما قال السيد الوزير يعني يكلمه كامل صحيح ثانيا اليوم كيوس المواطني يقول كاكا في ظروف في النكاية اللي يجب يقوم بدوره وما قامش بدوره هو يفاهمه فهم خطر القوة بعض أنتي ما فهمتوش الإنسان دي ما يخاف من المجهولي يخاف من المرضي خاف من حاجة ما يعرفيش خاف من حاجة ما يعرفيش أنا بيدي كي تقولي مثلا ما نعرش أنه في جبانتي اليوم ولا في حومتي كيتتتفن واحد يعدي حومة كاملة ما يعديش ما نعرش كي نعرف نتمن عرفنا اليوم خرجوا برشا طب خرجوا كده وزارة خرجوا مفتساة ما دام عملوا كاكا ما دام عملوا كاكا ما يعمفوش أنتي ممكن كي قلت في التلفزة مش ناس كل تتفرش في البرنامج بيتتر لا يقفي برنامج تلفزي بيتتر فيما ناس يتمشي ناس توعيهم تمشي ناس توعيهم يمشيوا ناس يحكيوا معاهم ثانيا ثانيا أهم حاجة في أدايا أول لنا التوعية الثانيا أخويا العزيز أنه اليوم كيتمدد دولة ضعيفة في أي بلاد في العالم دولة ضعيفة يصير هذا يولي المواطن يحكم يولي المواطن باندي وقت اليوم فيما رأى لحمة وطنية لحمة الوطنية موجودة لحمة الوطنية موجودة أما موجود في فرنسا وموجود في أمريكا وموجود في الدول المتقدمة اليوم فرنسا كبست عودة كبست وعودة جديدة للحضر الصحي فهمتش نقصد؟ وليد أنا نحب منظيفة على كلام لطفي اليوم اللي عنده معناتها أنسختان نفو انتلكتويل خايف بما بالك الناس اللي أميين ولا بوساطاء في مخاخهم تجي معناتها أنت في التلافز يشوف ديزيماج متاع واحد معناتها يحرق في واحد في كوشة والاخر يطيش في مية معناها في سبعة متر ومنستفات وزيد وسائل التواصل الاجتماعي معناتها يبثوا في الحاجات اللي تخوف كيفيش تحبوا يتصرف؟ دونك هنا مسؤولية متاع يزمك تواعيه وتقول وراه مفاهماش خوف وقت اللي يتدفن واحد في جبانا دونك هذي هي معناتها مسألة التوعية ومسألة يزمك انتي تباس الانفورميسيون يتباس المساج معنا أولا نشكر سيد الوزير البس البافيت ونحنا موطالبين الكل بش نبسوها كنقناه وراهو لازم ديما تغطينا سيد الوزير تمت عملية دفن بيضاء البرح في بلدية تونس وحسب مقالة السيدة سعاد عبد الرحيم بش يتم تصوير فيديو لعملية الدفن وبش يتم بعثها لكل البلديات على خطر الناس ما تدربتش على دفن موتى الكورونا اللي هي مهيش حاجة سهلة ومهيش حاجة عادية هل تم بعث الفيديو هذا ونوافق لطفي العبدالي كيقول هل ثمة في البلديات وفي المحليات سياسة لتوعية المواطنين فسروا لهم انه راهوا المريض بالكورونا نجموا إذا مات ندفنوا باي ترجم بسي فاتحية سعيتي شوف معناها أنه سلوك غير إنساني هذا مؤكد نجاني بالسوسيولوجي باي سلوك غير إنساني غير معناها هذا مؤكد يبقى أنه بالنسبة لي فما معناها حاجة نحب نقولها مسألة الدفن هدية لو كان من لول كان فما تصريح واضح معناها في السياسات العمومية يخرج كما تقال على الفيروس هدية راهوا يعدي إلى آخره ويخرج أنه راه وقت يموت شخص راه ما يعديش إلى آخره وتخرج هالي بروتوكول هدوما لك راهوا ما صلناش لهدية وهوني سمحني سيد الوزير أنه سبيا أنك قلت عملتوا منشور معناها جيفولو تواصيي أنه راهوا كان المنشور هدية ديله ديبو خاطر معناها تكون واحد عنده معناها السياسة عمومية قدامه وعنده قدامه الاستشراف عنده أنه بسير حالات معاينة ينجم معناها يعمل فرضيات والناس مهاش مثلا ما تعرفش برشة حاجات على التنجم تكون فهمة ردود الفعل رغم أنها ردود فعل بالنسبة ليه كما قلت غير إنسانية وغير معقولة ومعروف أنه حتى ينرجع معناها العديدنا التوراثنا للدين إلى آخره إكرم الميت معناها دفنه يبقى أنه فهمة بارشة حاجات معناها غالطة وبالنسبة ليه معناها اللي صار في بنزارة ما هوش صار في بنزارة كهوة صار زادة في مجاز البيب مجاز البيب نعرف ونعرف المقبرة أنها سيفرية في وسط المدينة لكن أنه توصل بالدرشنوة معناها حفرة ثلاثة متر وإلى غير ذلك وغزموا أنه في القنوات معناها التلفازية كان فهمة معناها توضيح في الموضوع هذي هوني على كل جاسب غبيا أنه هالسلوكيات هذية لكلها معاش تسير اليوم أنا بزوان ما هوش للمركزية أنا بزوان للمركزية لكن الدولة اليوم هي كدواجغية وتنرجعوا معناها كيفش الدولة في وقت من الأوقات موش في تونس فقط معناها ضعفت وبدأت معناها أكد ضعف انتحها هذيك الكليكة ولا تفهم حاجات معناها فردتة معناها هوني هوني كل واحد معناها يحكم وحده تونس دولة واحدة سلو تفزيتون والبارح بركة في خان التاسعة جيش كون وفسروا كذا ووضح وحاولنا ديما نحاولوا اليوم في الراديو وكذا نراه فيهم الكل يوم قاعدين نحاولوا نوصلوا أكثر ما يمكن هذه المعلومة سلوتيجون فما أسأل الترحوا عليك ونحب أن نضيف إضافة أخرى سويا لآخر في هذا التي جاء أنه قرارات البلديات متضاربة كل بلدية على حد أنت كنت قلت أنه فما بلديات سكروا البيبين رؤساء بلديات ما عادش موجودين سكروا البلدية ما عادش موجودين دوك اليوم فما لخبتها فما عدم تنسيق السلطة المحلية والسلطة المركزية والسلطة الجهوية التنفيذية شون العلاقة اللي بينش كون يقرر اليوم أنه يدفن ولا ما يدفنش وإلا نحلوا المصالح هذه وما نحلوش المصالح الأخرى البوستة كيفية شكون يتصرف فيها المكاتب شكون يتصرف فيها المرشي شكون يتصرف فيه على العطارة الخضارة المجازينات في كل بلدية تلقي قاراتها لحدة واحد يجي في بلدية يقولك أحنا سكرنا ما عاش يدخل حتى أحد وما عاش يخش حتى أحد شكون قرروا القرار هذا يقولك أحنا قررنا مش وزير الصحة قرر لا أحنا قررنا نحب نفهم هذا فضل أول حاجة نعترف بالتقصير يعني مهم بشامل الإنسان نحن بلاد ظروفنا تعرفوها أنتم ما منش بش نحكيوا عليها وضعها الاقتصادي معروف مؤسساتها في العشرة السنوات الماضية معروفة في حالة إنهاك وما هيش في وضعها عادي بتاعها مانش هذا بش ننكروه ولكن الاختر هذا اللي تعيش في بلادنا واللي يعيش في العالم بشرية كل معناها حاجة تهديد من نوع جديد ما فهماش واحد عايش توا على الأرض عايش وباء بير معنا في تجربته عاياتي حتى الناس اللي كبار برشا معناها عندنا نواجه في اختار مجهول كما تفضل سيلوتفي وتهديد من اللي يروح الناس بشكل فجئي وبشكل بشرية واكبر الدول العريقة في البحث العلمي وفي الطب وفي القوى العظمى عاجزة قدامه معناها ما لقات حل إلى نفس الحل القناحنا معناها الاعتماد على معناها مواطنيها ووعي مواطنيها حتى أنا في الكونفينمون في الديار حتى ليني يشوفوا حل هذا الوضع هذا أربك أربك كل منظومة الحاكمة المنظومة الصحية المنظومة منتع المركزي كل المنظومات أربكها خليها من لوو الناس تمشي بسرعات مختلفة وأنا مش نحكي تو على البلديات أنا ما نشوفش أنه هذه المحنة أثبت تتليل لمركزية هي خيار صحية أو الحاجة علش السلطة المحلية هي جزء من الدولة فلسفتها هي تقريب السلطة من المواطن من حيث الخدمات السريعة من حيث من الاستجابة لحاجيات المواطنين وديما المجلة وديما الباب السابع من الدستور يتحدث على هذا الموضوع هذا في إطار وحدة الدولة حيث هو مطلوب من المركزية باش تقوي الدولة مش مش تضعفها وباش تقربها من المواطن وباش تحسن لها علاقتها مع المواطن هذا في المحنة هذه أنا نقول أنه من الأول فما سرعات مختلفة فما بلديات منامشية تكثر من لازم فما بلديات نعم فما نوع من التمرد سيد وزيد نخذك الكيف مثلا تجروين تعزل المدينة وين الكيف يرفض القراءة تلقى حالتين ولا ثلاثة تلقى حالتين ولا ثلاثة من ثلاثة وخمسين حبو يستكبر لا 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 ما تكبرش وفما بلديات خذت إجراءات صحيحة والتي السلطة المركزية عاما متهم بعد مثلا هذه التحديد وقت القاوي ومنع الناس باش تقعد في القاوي والمطاعم بالواقف إلى خير واحنا حسب ما يتطور المرض وحسب ما يتطور التهديد تزيد تتعقد المسائل وتزيد تظهرنا حاجات جديدة بعدين احنا وحدنا كل البلديات المصارى متاحم تقريبا والناس انضبطت حدينا الحد الأدنى من الخدمات في تقييد الأنفس البطاقات شهادات الولادة وشهادات الوفاة ما توقفتش النظافة ما توقفتش التعقيم ما توقفش وبعض الخدمات الأخرى الأساسية بلديات الكل المفتوحة وعندها خط أخضر تتصل بالمواطنين ويتصل بين المواطنين بعدين ظهرتنا مسألة أخرى هي التنسيق ما بين الجماعات المحلية والجماعات المحورية مع تمد والوالي للأخير وهذه صارت مشاكل في برشا بلايس تنازع صلاحيات حتى المستوى المركزي بدأت في المستوى المركزي التنسيق تكون السيد الرئيس الحكومة هذه الهيئة العليا لمقامة الفيروس وهي حلت محل اللجنة الوطنية لمقامة الكوارث يترأسها هو اللجنة كان يترأسها السيد وزير الداخلية باعتبار خطورة الوضع ولا هو يترأسها تجتمع نهار بعد نهار فيها الوزراء اللي عندهم علاقة بالموضوع وفيها الممثل الدفاع والداخلية والسجون الدوانة إلى آخرية هذه الهيئة الآن من نهار لحد اللي فات وقع تفعيل كل الليجان الجهوية لمقامة الكوارث بحيث الآن بغياسة الوالي يجلسوا رؤساء البلديات يجلسوا المعتمدين يجلسوا قيادات الأجهزة الأمنية يجلسوا المسؤولين الجهوين والآن فما تنسيق في أغلب الولايات ما أقولش في كل ديما فما تنسيق وفما القرارات تتخذ كيف يكواته وواضح يجمع التبرعات ويوزحها يدفن الجثامين الآن يقوم بالنظافة يقوم بعمل التطيير يقدم خدمات أخرى من أثنين الآن الأصل تكون واضحة لأمور عندنا قاتل موضوع الدفن هذه آخر مشكلة ظهرت من تعقيدات الموضوع هذا الآن نحن إن شاء الله وحدنا لإجراءات تفقت الوزارات كل واحد كل وزارة شنوة دورها ما زلنا إن شاء الله ما يتطورش على كل عدد الجثث قاعدين نكتشفوا كما المحنة هذه أنا نقول كشفت برشح ويش كشفت في تبايعنا أحنا كشفت الناس اللي عندهم الإثار وعندهم الروح الوطنية والتضامن والشفقة والرحمة وكشفت الناس الانتهازيين وكشفت الناس الاحتكاريين كما كشفت الضعف متاع البنيا متاعنا كشفت الفقر في بلادنا حجم الفقر في بلادنا كما شفتوه معناها في الايامات اللي فاتت كشفت ما نهى ان البنيا متاعنا ضعيفة كشفت حتى المقابر عمليين مقابر إحنا كانت في أطراف المقابر في أطراف المدن والذي في قلب في قلب البلاد وتسكرت فما مقابر معاش فيها إلا إذا أنت تحلق بر وإلا وإلا ما تلقاش وين وين تدفن معناه يولي ويولي في الظروف هذية هذا يفسر يفسر هذا طبعا أنه هذا رئيس البلدية ما حبش يدفن هنا ولكن أنا شفت مشيت مثلا بلدية النوبة اللي صارت فيها واحدة بمشاكل واحذرت العملية على زوزة شيء باش نشوف نثبت هل بالحق وبالفعل يعني وقع فتح بر قديم باش حطينا فيه الجثمان الحاجة الله يرحمه والتحاجة والحاجة الثانية معناها باش الناس تشوف أنه العملية ما هي شي ما فيهاش لخررف لحواج مناها متفيسي يخرج ينجز الفيروس ويخرج من لتحق بر متراب كذب في صندوق معها أدوات التعقيم هذه صور لعملية الدفن كيف يسير مناها يتدفن كبقية البشر ولكن مع بعض الاحتياطات كما تشوفوا زي خاص مناها أدوات التعقيم موجودة وما فهماش مفهماش علاش مش نقول وعي ومش وعي معناها موضوع الدفن هذا ما هوش متعلق بوعي بمستوى التعليم متع المواتن والناس كل في بالها والناس كل في بالها والناس كل يجزمها تلتزم ظهر أنه مش نتكل في بالها سيد وزير مناها أنه فهم ناس ما يجب أن تستعمل مع القوى العامة تبلغ تفاهم كذا ولكن هو يوقف يحب يقوم مقام الدولة يقول لك تدفن هذنية وما تدفنش هذنية بخلك أنت في هذا حتى رو على مستوى القرارات المركزية فهم مشكلة سيد وزير معناها في الحكومة خذته قرار بالحجر الصحي العام وعدم تنقل وفي الأثناء جتو حال يتقول لهم منحة بمئتين ديناء وشمشات الناس شد الصف قال سيد رئيس الحكومة حال الحكومة قالت رو سعدي ثوانين نالف النهار أذية متع المئتين نالف أذية من أخطر المواذيع طورة وأخطر من حكاية الكورونا هل كنت موافق سيد الوزير أنت في مالس وزيري على أنه تعطيه منحة ونسبش تنصف البوست ما نحن نتوى كل القرارات نخذها بالتضامن نحن ونتحملوا مسؤولية إذا فهم خلال مع بعضنا الناس كل تحمل مسؤولية هذا كان خلال؟ إذا فهم خلال مش موقف هنا الخاص ولا مش موقف فلان الخاص صار صار داخل في الارتباك داخل في الارتباك الطريقة اللي علجنا بها الموضوع مدام هي مناها أدات إلى هذا الاكتظاث ممكن أحنا ما كناش مقدرين حجم الحاجة بتاع الناس لأنه ما نتصرش اللي مش يهدد في صحته ولا في وجوده وجوده بالفعل يعني نحب نقول للمواطنين رأوا الاكتظاث هذاكا معناها كأنه واحد شاد رشاش ويطلق في الرصاص عشوائيا يمكن يسيب نفسه ويمكن يسيب الناس هذا ما نتوش تستبقوه سيد الوزير سمحني لطفي ما كانش فما توقع للعدد ما كانش فما توقع للعدد ما كانش فما تأصلت بكيت انتي بعد مريد السواء خشوف خشوف تصويره وان يجيك تصويره في حنبال سيد لطفي زيتون كين بكي والمحنة هذية كشفت برش عوار كشفت انانية كشفت ما انتهازية متاع ناس كشفت الاحتكار كشفت برش عمور يعني في بلادنا ولا بالحق تبكي عنا سيد ملطفي زيتون أنا منهم فما الناس يجب ان تصبر على بعض عليش شو اللي بكيك الفقر يبكي الجوع كيفر تشوف الاف الناس أنا كاكة في تونس عشرات الالاف تدازز على متين دينار معناها وضعنا خايب برش وضعنا خايب برش يجب بلاد البلاد هذه يجب تنظر روحها في المرأة الشعب هذا يجب ينظر روحها في المرأة كلنا كيفاش نخلي وجوزها من شعبنا كاكة مش وقته هو أما أنا اللو معليكم كش بتوقعتوش هذك سيد الوزير في مجلس الوزيري باي انا جايك بش نعطيكم كلمة وبعد جاوب عليها من كل سيد الوزير هاي لأسيرت فيه هو لن ساعة اليوم قضية مش انه وزير بكيه ولا ما بكيه شرح فهمتني هذي كو أمور أخرى أمور كل واحد كيفاش يحمل الضغط توا زيادة الوزير وزير الصحة بكيه مش هذي المشكلة المشكلة توا اليوم أولا ما فهمت كيفاش يجي وزير اليوم يقول اليوم اكتشفنا مادة فقر التوانسة هذي ساعة أولا معنى بيتاتر كان في السويد وزير وجاء يخدم معنا يعرف لوت فيه ونس كلنا نعرفوا الفقر اللي عنا الفقر نعرفوه من أيام الثورة تكشفت إيا ما نشوف ناس مستعدة أنا تمشي للصف على مئتين دينار يحط روحه للموت أخي تعملت نهار الأولاني لا حشنا ببكيه ولا حشنا بالأسف ولا حشنا تبعث الجيش ينظم تبعث الجيش تبعث الحاكم ينظم فات الحكاية وتعطي ديرون ديفو فما حتى مجتمع مدني متطوع فماش مجتمع مدني في الحكاية ذي أخي خنكمل كماش فما مجتمع مدني متعملش على المواطن الزوالي بخير متعملش على المواطن الزوالي بخير يخطر روحه على متين دينار أنت تعرفوا في حاجة سمحني سمحني مش وقت عار كلهم رب لينا من عار كلهم اليوم أخي الحاكم البوليسية الجيش ثلاثة أربعة بوليسية قدام البلدية يخويا بالرونديفو شنو بالرونديفو يخويا نبعث لك أنا ماندا نبعث لك ورقة ما كنش تعطيهم متين دينار تعرفهم ولا أنت قاعد تفرق فيهم مكايا ما تعرفش العميد تشاي شوية نظام عمشي غادرنا سيروت في خد خلي جاوبنا خلي جاوبنا ربيد ما بربي سؤال قسير خليتوا السؤال كلها سؤال قسير بربي قسير عنده التزامات يجب يمشي أي شارة الدهليل أنا شوفي فمسكيزوخيني عند الشعب التونسي بصراحة ما عندهاش دوين شوفيها بصراحة لتوا شوفنا الناس معناها خايفين من ميت ميت محتوط في قديش من ساشي ومعقم ومحتوط ثلاثة مترو تحت تراب وفوقه السمين والدالة والدنيا لكل خايفين منه وكيف يبدأوا حظبه مع بعضهم شي معناها بش يخضر فلوس وحتى الحظب اللي خارجة تعارك وتعارض على الدفنين الميت هذيكا ما يخافوش ما بعضهم هما أحياء أنت عابد حي حي نجم يكونوا مريد نعمال ما تتعامل مع العابد اللي معاك على أنه مريد وانتي يريدك تعامل مع الناس على أنك مريد هذي سكيزوفريني ومشكلة كبيرة في الوعي والدولة معاملة على وعي المواطن بصراحة ماهوش حل معناه ممكن لكونواعي مش بش نحكي على المواطن طو بعد نرجع له أما بش نحكي على السياسات العمومية وهذا اللي يهمني يظهر لي أنه ثمانية سنين ولا تسعة سنين والناس ستعارق سياسيا لكن ما شافتش المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة اليوم نستغرب كيفيش وزارة الشؤون الاجتماعية ما عندهاش معناه أنت عن الناس اللي موجودة وعندها معهد إحصاء موجود اللي تتبين فيه معناه تركيبة سكانية تركيبة سكان ما زلت ما فهمتش كيفيش هاكل كل مرة تقولونا عائلات معوزة وما نعرفش شنية وما فهمش ديليست معناها محينة هذا معناها الاشكال 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 هوني يجب يقع التلويح بيه وإجراء معناها مهم الدولة تشوف شعندها وستيبوخ صلاحة يقول أنه يزم فهمة مركزية ويزم فهمة استشراف معناها للمستقبل انا بش ناجع لك كلمة عندي استفسار وحيد كيفيش وزارة الصحة يعني تقول إلزموا الديار والحجر الصحي وزارة شون الاجتماعية تجيب مئتين دينار وبش تشد الصف معناتها كونترا ديكتوار أول حاجة أنا حبيت موضوع أنا مانيش معناها تواب بش نولي نحكي لغة خشبية ووضعنا قلت أنا نعرفوه الأخلال كله نعرفوه التقصير كله نعرفوه بالنسبة للجيش سمعت برشة مرات هبطوا الجيش عليش الجيش ما يبطش أول حاجة الجيش راه مهوش معمول بش ينظم الصفوف وبش عمل هذه حاجة انتم تعرفوا وضعنا في الحدود الجنوبية وضع راهو متوتر جدا وفهم أمكانية معناها تجي موجات وقتها الجهود اللي نشوف فيها كلها تتيح في الماء الجيش قاعد يأمن في في مناطق تعرفوا التهديد الأساسي اللي تعاني به البلاد قبل كورونا والجيش قاعد يخدم فيه والجيش ورغم ذلك الجيش حاضر في منع الجوالين في الليل موجود في كثير من المناطق في زيب الموجود في برشة بلايس أنا من المؤسسة العسكرية ماذا بنا ننقو عليها ننقو بها ماهيش بش طهبة تخدم خدمة غيرها خلي كل واحد يخدم خلي كل واحد يخدم خدمته وهو أنا نقول ماهيش مقصرة في الموضوع هذا بالمر راهو التهديد هذا ما فماش حتى واحد محصن لا بوليس لا عسكري لا طبيب لا حتى حد تهديد يهدد ناس نظم 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 على حكاية بسألت الميتين دينار والتظارب في القارة الدول مش متعلق بالعائلات المعاوزة بالمعنى التقليدي أستاذة الآن نحن الكونفينمو هدايا والمنحة هدايا أوسع من العائلات المعاوزة فما ناس فما المرشي بارالال اللي الدولة بالحق ما عندهاش حصيات عليه مرشي بارالال الناس اللي يخدموا بجورنالية الناس اللي يسوق في تاكسي مثلا كاري رخصة من عند واحد يسوق في تاكسي ولي إذا مخدمش ما يقولش نعرف واحنا مواطنين برشا ناس اللي هما هدايا ما فيهمش حصاب بالفعل ما فيهمش حصاب هدك اللي نحكي عليها على البنية لا فيهمش حصاب هدك علش تستعين الدولة توا استعانت وقلت أنا لو قاعد تحيين على كل ما نش بش واحد بش يحكي على الإنجازات مش وقته توا ولكن في وقت قياسي وقاع أعداد القائمة اللي هي أوسع من العائلات المعوزة التقليدية كما قلت ورغم ذلك هنا شوفنا قلت لك أنا برشا ناس الفقر نعرفوه فما فقر سي لطفي احنا عايشين فيه تعرف تعرفني أنت وين منينا ولكن الحجم متاعه قلت أنا حجم الكارثة هذية شنية تأثيرها على الناس لأن الناس هدوم الكل لو كان ما جاتش الكارثة هذي لو كان ما جاش الكونفينمو راهوا واخذوا وقتهم يقول لك بايت بعد جمعنا بش نقعد نمشي ندز مع الناس بش ناخذ مئتين دينار خليها بعد شوية ولكن هي يورينا أنه معناها وذكي شنقول أنا نكون في المورة وهو السجن هو أسوأ عقوبة الإنسان يمكن يتعرض له هي سلب الحرية الآن احنا مضطرين بفعل هذا الخطر بش احنا نسلموا في حريتنا لمدة جماعتين ومددناها بجماعتين وإن شاء الله بالسلوك متاعنا هذي ما هوش واعي من من اضطروش باش نمددوها انت خايف؟ انت خايف؟ أنا خايف عن الناس تحملوا معناها الوضع هذي تحملوا السجن هذي تحملوا قلة الخروج تحملوا حتى الجوع ولكن حافظوا على حياتكم الموضوع راهو خطير موضوع حياته وموت هنا نشوفه الإكوادور خمسين في المئة أصيبوا بالمرض ولد الناس تصب في الليسونس على الجثث في الشوارع وتحرق فيها ولد ترمي في الجثث وتهرب الناس تشوفوا المشاهد هذي النجم ونسول ونحنا؟ إذا وصلنا بالطريقة هذه إذا وصلنا بعدم الانضباط إذا وصلنا الناس تخرج من غير ما عندها حاجة بش تخرج إذا وصلنا أنه أنه الناس معناها يخرج يحب يجمع أصحابه وحب يعمل شيشة فقط بش عامل جو موش واعي حتى اختر إذا وصلنا أنه يمشي تظهر في الجبانة هو اختر أنك تمشي تظهر يا سيد وزير رفما فنان فما فنان راجع من فرنسا فنان فنان شعبي حتوفيوتيل في المهدية خرج عملنا الوعظ والإرشاد في فيسبوك وكذا سليم لقب نتاعه لا نعرفوش أنا ما ريت الواحد نتاعه ومبعد تتحب تتصور في صفحة أخرى وهو في نفس الوتيل في بيت وعملين قاعدة سمحوا يا سيد وزير وعملين قاعدة وكذا وزطلة في وصل واحد ومع بحاضة وخفزة من الناس وكذا هذي تحت الرقابة أراه هذو مراقبين في حاضر المراقب يتبجح يتبجح أنا ما أقولش مش قانون هذية هذا ضرورة قصوى أكثر من القانون اللي قاعدين فيه نعيش فيه هو ضرورة قصوى للمحافظة على حياة الناس اللي يخترق هذية واللي يخالف هذية يا أخوي هذية مجرم في حقه وفي حق المجموعة الوطنية شو مقول لك أنا؟ سيد الوزير بش يمشي كان تستانت نجم تستانت جاوب على سواء الغادة سيد الوزير الوضع في إيطاليا راه ما كانش مختلف لكن وقت المواطنين بدأوا يراوا في حجم الكارثة وقتها بدأوا ينضبطوا نوعا ما أنا عندي سؤال الأرقام اللي عنا في تونس هذي وقت نجيو نحنا نعملو هالإجراءات هذي الكمل هائل من الإجراءات ونجيو ونقولوا عنا أنا قداش منعرش ألف حالة ما منعرش وصلنا لها ما وصلنا لهيش وكل يوم يتزدنا كن عشرين مصاب وكل في كل عشرين ميت السؤال يطرح نفسه هل الرقم والأرقام اللي قاعدة تخرج على تونس اليوم صحيحة ولا ليه؟ مع العلم اللي نسمعه اللي عنا ستاليف وستاليف وثمانيمة حالة الأرقام اليوم تنجم تخلي المواطنين بالحق يحسوا بخطورة الوضعية وشدوا ديارهم أما الأرقام الذية اللي تخرج كل يوم بصراحة تخلي الناس في نوع من الأرياحية أنا شوف أنا ناثق في توا توا ناثق في المنظومة الصحية بتاعنا احنا عندنا احنا عندنا ما عندناش مكانيات ما عندناش مكانيات ما هو الذكي من التعظى بغيره واللي أقل منه ذكاه هو اللي يصاب بش يتعظى بنفسه معناه أنا شوفوا في المنطقة وين وصلت الناس بعدم الانضباط ما يكفيش معناه شوفوا في إيطاليا قريبا لنا برشة ومنظومة صحية متطورة أكثر وبلاد متقدمة أكثر علينا ولكن شوف الوضع شوفوا في فرنسا شوفوا في أمريكا أكثر وأكثر فهذايا أنا أقول شوف اللي تقولوه اللوم اللي تقولوه كله صحيح وأنا واحد من الناس نقبل وفما تقسير ولكن زادة راه المرض هذا التهديد هذا 90% بالانتصار فيه هو وعي المواطن ومحافظته على صحته وهذا يطلوه تطبيق القانون من طرف الدولة من طرف الدولة ومع اليوم في وحدة معكم ومع الدولة ومع أنك تطبيق القانون يا سيد يا سيد تطبيق القانون تطبيق القانون الدولة حزت تقريب 5.000 برمية يلزم أكثر أكثر وحزت 5.000 كارت غريز ولكن من الجهة أخرى ترتفع صوت أشنوه تحجزوه وخلينا أشنوه تحجزوه لا لا أحنا معاكم أحنا أنا شعب أنا أقول 90% من الموضوع هو وعي المواطن مرة أخرى مرة أخرى سيد الوزير يا سيلوت في قول معايا هذا يا سيلوت يهديك اليوم فرنسا ما أداء أسمع ليس 10 مليون بوليس كانوا زوز بوليسية ماشيوا في البلاد كانوا زوز بوليسية ماشي في البلاد أعطي البوفار الحقيقي للبوليس أنت اليوم في الحكاية هذه وأعطيه عنده بوفار لك لا يكفي في فرنسا اليوم خرج شوية سمش لعبات خرج كل وزق سمش نحن 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 دعيه جيوب ونكملنا سيد وزير ما شكرا إضافة خاطر معاش وقت علي عليك شكرا هذا هو أنا حاب أن تقول أنه معناه الناس رأوا موضوع متعلق بالمحافظة على حياته شكرا شكرا جزيلا منيخذوا بعض الأسور من بعض البلديات حابيري توقع معك ولكن هذه بعض الأسور من مختلف البلديات شكرا لك سيد فيزيتون وزير شؤون المحلي شكرا لك اشتركوا في القناة 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 بايش معلي بتي تبتي يذ محل. باي هذا، غارب قرار الدولة. بايش نحن نشد وديارنا قاررت الدولة اللي الدولة تحمل فيه. مسؤولياتها بايش مبعد نقول لها ريو قرار كهذا. الي خديته، هاي نتيجه. مش مهم وقتا. توا. توا تقالت الدولة نشد وديارنا. نشد وديارنا اللي ما عنده ما يعمل. خارج معنده ما يعمل، ما عندهوش ترخيص وإلا. سنتصور واحد خارج كل يوم ها وش يشري باقيت كل يوم يشحب باقيت سخونة اليوم وضع انتع باقيت سخونة يمشي يشتري باقيت عشرين باقيت في نهار وخبيها جمعة كاملة وخرج من الكنجيلاتور وطيب ما ناس كل يوم يحب يمشي يشري سلق ولا ادرا شنوه جديد كومي مريتوم يعني ما نعاكبوهش على بعضنا هاك خارج حاوص في الحومة وخارج ويتنقل وينشدوه وين ماشي يعني ماشي نشري في الخبز سامحني واحد شدوه خمسة كيلومتر وش تعمل قلب نشري في الخبز لطفي ما نعرف كان عندك كان عندك حاجة في قلب تحب زيدها ليه عندي برش حاجات خسارة بسي ومنحبش انا ليه اما انا مثلا اللوم اللوم انو وعي المواطن لا يكفي ديما فما مواطن واعي وفما مواطن كان واعي وفد وفما مواطن كان يحترم مقلق وفما مواطن استسهلها وفما مواطن ما يحترمش من الولو وين الحكومة وين الدولة بيه كي يخرج البوليسية بالمتراك ويبدأوا يقولوا العبيد هاي بارا روح الدارك وتولي مبعد اه اصر كيفيش اغزب كيفيش البوليسية يعملوا في تسرفات انتع ديكتاتورية ودرشنية يعني علش المواطن ما يفهمش واحد وحده ومعلش لا ليه ميفمش واحد وحده انت تقول الجيش عنده مهمة عباسة على الحدود قاعدين يقاموا في الارهاب كذي يخيش يخذ لاسه على المواطنين زيدة ميش مقود كلمك صحيح الجيش الكل يقول في الحرب في الإرهاب هناك مختصين في الارهاب هؤلاء صفحي Kerim معهم مختصين في الحرس ومعهم مختصين داخلية وسوف الجيش عادي ذو في العرب وسوف الجيش يعطو نفسه وسوف مع النظة heroin لا أحدها المimizi President هناك أيضا مقسعة الفارس وهو مش الجيش لي عانا الكل يحارف الإرهاب أولا عندك شي الجيش انا قلت الجيش كيكا عندك البلدية عندك عوان البلدية عندك البوليسية عندك السكرية يجيب السكرية بالفلوس هاو عنده مش وقفه السطاد كامل وعنده مش يعمل فينان يا لت يا لت من نجرع للعمل كيف تجاله بالعمف معناه تنظيم يا خي فستاد يضربوا فيهم يضربوهم مش كانش كتير مشكلة هما بدأوا تنظيم دجا ليس اللي شدد الصفكين تقبل ليس قبعاتها الميتين دينار ولا يوم بنيتون ميترو كذي ولا فما تنظيم لكن زادة حتى المواطن حتى المواطن شي غريب معنى كيفش هما أصلا الموعد متاعت سلم الميتين دينار يبعثوا هولهم في الميساج فما نمروا تطلبوا جيك وقتاش نهار والوقت بالبساعة وبتقيم وقتاش نزل ده ألوهم تصبوا الكل مبعثهم في الدهار فما قلتوا عيك برئيس للغالب معنى هما تجدونهم كلهم دوشنية تقافته ولي قلوله تردين سمعني في فرنسا طوى مثلا في فرنسا علش نعطي لإكزام بلانسا خاطر نفهمهم ونفهموا لغتهم ما نشو تفرجوا في قناة إيتالية وما نشو تفرجوا في قناة أمريكاني أكثر عبيد نحنا فرنكوفون نفهم فرنسي بذلن في فرنسا كي تشوف الأخبار انت فما مواطنين شدوا ديارهم متحركوش في باريس بيدا فما مواطنين ضربة السمش كي خرجوا ولي قعد علاك ولي قعد في الجردان هارجع خويا برا روح هارجع شدارك ايجا شتعمل انت هنا والله هكا كما قلت انت خمسة كيلومتر مش نقول لك اي واحد هاي خطيئة بسان تران سان تران سان سان كونتورو الثانية ريسي دي فيست هاي الخطيئة برب عملينو خمسمائة ميل سان كسان أورو ضربو بعد شد حبس بعد ستة شهر حبس الثالثة ستة شهر حبس انتي كي تعطيه خطيئة من اللول الثلاثين واربعين خمسين دينار طيش يدارو يجيبها يجيبها اسمح لا يريك لبيع الخمز ولا يشير بيع فطور عنده حق شيشة وعنده فما شكون عنده حق بلعة وعنده حق خطيئة زيت خلنو خرجوا شوية من هيدا مش نقعدوا في الكورونا والكوبيدي ازنوف وحدا اللي قعدت في قلبي ما نجمتش نقول يالو على خطر مش وقت عارك مش وقت عارك الأحزاب الرهدانة المدهنية نظومة وقت اللي وقت اللي وقت اللي حبوا يوليوا يشدوا الكريسي وحبوا يشدوا المناسب وقت اللي حبوا يوعيوا المواطن ويحبوا يصلوا لأصواتهم يمشيوا ويدقوا عليه ويجتمعوا به أهبت وعيه انتي كحزب اليوم أهبت الأحزاب وعي المواطن على الكورونا وعي المواطن على الجبانة خانكملك أهبت مدلوا فلوس مع اذا فوتكم قادر الإدارين لا تضع معكم لا تضع معكم الحكوم 강avan يستطيع العدادة يستطيع العمل لم يكون عدم signore لا تضع معكم ممنوع لا يضع معنت لا يعدirm كمواطن انت كل واحد منكم يعطي كمواطن مين؟ كمواطن مستعاون انت حر اخرش كمواطن اي اعطي كمواطن كل واحد منكم هو ما قديش اعطي كمواطن اخلق جمعية اكوتي وعمل بيها خانت عديوه خانت عديوه ليه المقارون اجابوها حتى متعتالي وصلت مع نبيل مقارون بريلا وصلت تلعب كلمة سغيرة عليش فما تنازع مبيه رئيس البلدية والمعتمد والولي عليش البلدية والتي تحب تعمل اعانات ليه اسباب انت خبير خانخرجكم شوي نزكم للفن للفن عندي مش عطيك تسويره مش عطيكم تسويره جينا من زميلك في مصر وزميلتك في مصر وصاحبك زيدة تحبوا ذولي برشا شو الماسك اللي عملها هاية التسويره عندك زميل في مصر فنين احلام والفنين محمد رمضان بقناع ذهبي هاي التسويره هوني هاي قدام كلوت فيه ايه تفزعيك ايه تفزعيك قوت فلوس بيصور قوت فلوس واحلام بالمجاهرات بالالماس هاي قوت فلوس تفزعيك تعملها انت ايه تفزعيك انا منيش فزعك منحبش اننا خطرنا انا هما في وضع متاع انا 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 اخلاقيين ودينيين دينيين واخلاقين وطبعي منيش فزعك منيش فزعكش على العبيد بالي عندي نجمه متحبش مانحبش ومراش شنوه عليش عامل ماسك ذهب اعمل ماسك ذهب اعمل ماسك ذهب فهما حدث فيديوغو في الكنباث كالخبت ولا بص snapshot 非 ضد معناها ما عنديش موقف يجب بتخفر بيز跟تهنا نعمل ما يحب بيز وكل ما حكياتي هنا بهاليوه عمل فإذنا نحن قلنا الكورونا بيش تبدل شوية في العالم ماذا بينا المظاهر هذومة اللي العبيد والشعوب والخدامة والناس اللي شدوا في الصف هكا معناها بالاليف بش يأخذوا مئتين دينار متصور كيرو حاجاتا كيام نجمو كن يزيدوا ينقموا اينا الحقيقة كان مش نشد صف بش نأخذ مئتين دينار ومبعد الرعب دماسك نجم كن نزيد ننقم وما فهمتش شنو والحقيقة اللي حقيقة سامحني أنا تواجهتني فكرة قلت للمازة ذاكا ذاكا لي في الماسك والماسك ذاكا 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 عاونوا بيها عبيد يسر فيها كتزوز مليارات ونصف متعنا في تونس كانوا ألمز بالحق يعملوا عشرة فروشيت غانية يعملوا ذكم سبيتار في مصر يعملوا سبيتار بيسور سباش نجير هون بعد سلوك بالنسبة لي معناها ندينو بصراح ندينو تعنيس بالنسبة لي هذو ما اللي عملو هذو ما هم بيدو ملق نقصين وعي تصويرة اللي بعد هي تصويرة صار عليها برشة تعليق في الأعلام هي تصويرة وليد تونسي يسأل في طبيب تخدير وإنعاش وصار هكا التعليق في فيسبوك مزاودي يسأل في طبيب قاري باك بلوس أنز ولا باك بلوس درا قديش يا يسار الطباء استاجنوا الحملة هذي قالوا ميل التبيب لش كون مش يفاصل مش يفاصل للطباء مو يسش يفاصل المزاودي والبطال ولي مايفهمش ولي مشقاري ولي كذا شو تعليقك وليد والله ما فميش مشكلة في الحكاية هو ممكن أنا ما سمعت هايش الحقيقة شو ما سأل بغبت ما سمعتوش شنو ليسئل التبيب ولا ليسئل استفسارات يسأل على تونسي بش يسئل جته فرصة حب يعرف وليد ولا غيره حب يعرف مثلا معلومة معاينة اسئل معنات المتاغى يسيب الجفن الان القيام توفضع جدا إنه مطة معنا وحض 호ستيم الجيوبر سحطي الكثيرا هو النجم النهو على رجم الكثيرن الجيوبر في دارك عندك أنا مرتين انتروبولوغ أبدا ذكر أنا السوسيولوجي سيان ديزانسترومان اللي نخدم بيان جو نسوي پاسوسيولوج جو لبريزيوم پا مي سيان ديزانسترومان اللي عندي يلزمني نخدم بيه مش نجم نكتب وان ما نشوه اليوم وننقض الشعب التونسي يجب نفهم استركتورة بتاع وش كونه ونفهم شمعناها الدور السوسيولوجي في التفهيم في البي سوسيولوجيكم اليوم مازالوغ التونسي مالورزمان عندhu عقدة الديبلوم عقدة الديبلوم فهم ديمتي مجتمع عقدة الديبلوم معانية تانكر تات personally تانكر تationكر کے مشاركة في التونسي عندما تحت مستقل عقدة الباب والديبلوم تانكر ت pounds كم المحمية オالوالواتب كالدیبلوم لا تتناله متأك修 لا تتحدث ما بين ديبلومي و كونه ينجم يكون أمك سوبر ديبلومي وعندو طبيب وزيدهم محمد وزيدهم أستروناث ومهوش تساقص فلا مش حكيوه على الثقافة هوني الكولتور الكولتور سي كلك شو سي أنا كي الكولتور مخارطة فيها الشوشيال فيها فيها اللوصفوارفير فيها انتي مثلا تعرف تركب تعرف تركب بمبوبة في دارك في كندا 18 سنوات يخدم 18 سنوات يدخل يخدم في عالم الشغل سي نعمل تكوينه كذي عمل تكوينه كذي عمل تكوينه كذي عمل تكوينه كذي الثقافة حاجة الثقافة حاجة والقراية حاجة يا حب دي واحد عنده زوز وفق مداما وفق مداما وفق ما يمنعش أنه اليوم أنه اليوم الكوفيد 19 وهذا هذي اليوم باشترجع قيمة قيمة الأكاديمية قيمة النخبة هذراهو سرام باشو هذي من الأجلس حاجة إجابية بسرعة أنا شوف برشة تنمر بصراحة حتوه على مواقع التواصل الاجتماعي برشة تنمر على الفنانيين يبوك يخرج فنان ويعطي رايو في مسألة هكا تخص معناها المجتمع ولا حتى هالوباء هذي اللي قاعد زيت طو ولا حاجة تخص السياسة ولا حاجة قرارات مصيرية للبلاد يبوك يخرج فنان يتكلم آه حتى هذا يعطي في رايو زيدا هذك اللي ناقص عاليش يعطي في رايو خي هو الفنان مهوش مواطن مهوش يعني هو الفنان راي منزلة من المنازل الاجتماعية قد تذكرت بعض الباك سمحني مدام هنا استنى عمنا أربعة سين متخيز وعملنا ثمانية سنوات بيش عملت الدكتورة خريت ثمانية سنوات خطرني عملت عامسي سبونسيوم خطرني عرضت في النجم تبوك نخبه في كل واحده نخبه في اختصاص ما نجم يكون مانيه دونك مراش عليش نحاولوا نحترم قراره الفنان ويلد بلادكم زيدا ومش كانت شوفوه كان مقت العروسات يشيشتحكم يعمل لكم جوه هو زيدا مواطن ويحس على بلاده وممكن احساسه هو أقوى لأنه بتبيعته حساس لك نراعيه والفنان خليوا يعطي راييه بك يا سيدي سوسيولوج اكيد اكيد داخل المجتمع فمبارشة معنى صور نماطية معناها متعدة والصور النماطية هي اللي على اساس هالنس تتواصل وقالها زيدا فما الصور الاجتماعية اللي عندي صورة عليك من خلالك الصورة هذي كان نتواصل معاك اللي صار بالنسبة لي أنه بالنسبة لي مراش بيزار أنه مزاودي ولا مش مزاودي ولا من عاش نوه ولا يسأل في تبيب ما فما فيها حتى اشكال تبقى فما هالصورة هذي النماطية كومب كواكي فيش يقعد إلى أخيره معناها بنسبة لي فما تحقير وهذا خايب برشة فعنا تحقير المهن وتحقير وهذه تحقير معناها للناس الكلية للإنسان في ناية عام خطر كل الإنسان رو عنده قيمة في ذاته واني معاه لطفي اختقال فما فرق ما بين التعليم المتعلم وما بين المثقف خطر تنجم يكون معناها ما عنده حتى ديبلوم يكون مثقف أكثر ما اللي عنده ما عنده ديبلوم هوني معناها الناس مزلت في تونس احنا المثقف والأكاديمي لا 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 مش بضرورة معناها الأكاديمي واللي عنده معناها ديبلوم ينجم يكون مثقف وينجم يكون شخص آخر ما عنده حتى ديبلوم ينجم يكون مثقف أكثر حتى من الأكاديمي ناجم التعريف لونسكو للمعا الثقافة كل المتسبات واسع التعريف التعريف سمحني فما فرق كبير ما بين بيش تعطي راي ولا بيش تسأل سؤال وبين تدخل في ديباء في دومان انت مكش متخصص فيه وفقد لك شيئ ذاك فرق بعيد معناتها واحد اليوم معا ما يعرش معناتها بش يدخل في ديباء هو جاهل بكل موضوع ولا بكل سبيساليتي هذيكا ما يدخلش معناتها غير ما يتعلط وكيبش يسأل ما فيه حتى عيب يعني لطيفة العرفيو بشكر معنا وتصريح من مصر حول مبادرة زادة من مجموعة ميناء الفنانيش عندك عندك مبادرة وتدعم مبادرة كيف كيف تم بعد شوية نحكيه عليها نحكيه على مسلسلة رمضان نحكيه على الجسوس بش تعدها ولاي تكوح لطيفة يا ربي يسترنا بالكورونا بعد حذية هنا يا ربي تسترني اي انا بدي رو تخلق نوعا من الراسيزم لا يمات على واحد مستبرد ولا يكوح ولا جريج موش ايدي تكوح وتولي يموت اهمك ما كناش نكوح وقبل الكورونا انا نكوح ههاهاهاهاها يخبي في الكحة وفي العدسة ايه كحك لايه بيدي ليه وصنة تبدا مش تكح وحاشم وتقول ماشية نكوح غزيف وقد بسیمون يخفول لي وفي الدائر دوب ما تكوح ولا ت BUR وغريبة صغير تولي ليه تولي هكا مهلوس وتشبت روح قولها بعد لوليت بعد المرأة بعد ومشي 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 لبيتا ذيك شميك راني يظهر لي كحيت كبيلة وربيت يستنوا ويبدأ يدي أسمع ويبدأ هكا على الانستغرام في بيب صاحبي قوله أسمع صفاها وينك ليا بيت قولي صفاها قوله توا صفاها كيز عمار وبعد أسمع راني في بيلك كحيت كبيلة كحسين حاولها ببرولة معناها ضربت هكا الهلوسة ضربت ناس وكل اليوم رحو في أغلبية سبيتارات فما رحو دي سيرفيس خاصين بالكوفيد 19 اللي حاب يمشي يعدي شك في روحو باش يتنحلوا لهلويس يمشي يشد الصف يعمل كمامة بالضرورة كمامة كبيرة نجب حتى يخيطها في الدار ويحطها مش الكل هم فالابل يتحيطوا في الدار حتى ما تحميش برشة تحمي شوي دوكو يمشي يعمل التستنتاعه في السبيتار شجعوا بعد شويه نحكي ونحكي ومعكو قالت في زيتون انفخ على شامعة جربها كان الشامعة تفات راي تعدي كان الشامعة ما تفاتش راي ما تعديش قال نيش شامعة تشعلوا اللي قال نيش شامعة أوكي أو ما قال نيش تشعلوا من تشعلش ما نعرش تليدي صحيحة ولا دونك كلا قالها سيد الوزير دونك مبدأين صحيحة إلى نأتي ما يوقع بداية فاصلوا نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة